هسألك على منتخبنا الوطني والتأهل العسير الصعب للدور الستاشر الحمد لله الحمد لله ان احنا صعدنا ده اهم حاجة في وسط كثير من المفاجئات في البطولة حتى هذه اللحظة بس صعدنا بس كانت الامور صعبة بشكل انفس حرفيا يعني رأيك ايه؟ مصبوط يعني ده المقدمة اللي انت قلتها دي رأي الشارع يعني احنا كفنيين او محللين شايفين كده وايضا انت بتقعد مع ناس كتير في الشارع سواء من جمهور بتقابلوا سواء من اصحابك سواء الانطباع ده اتاخد في التلات ماتشاط وموجود صحيح اللي هو الحمد لله طبعا مبروك طبعا للمنتخب المصري الوصول كانت نقطة مهمة انك توصل كان نفسنا طبعا نوصل اوائل ولكن خلاص يعني وصلت تاني بتلات نقاط صحيح لكن وصلت صحيح لكن القلق والشيء في اداء الماتشاط الثلاثة الناس لها حق الواق التحفز على الاداء شوية لا كتير 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 يعني نبتدي من البداية البداية اولا ماتش موزنبيق كانت بداية سهيئة جدا بداية سهيئة جدا لانه المنتخب موزنبيق كان من قضع في فرق البطولة صحيح يعني انا شوفنا الماتشات كلها صحيح ثانيا يعني انت مش الغريب انك انت تعادلت ممكن يحصل انك تتعادي ولكن انت جبت جون بدري اوي في الدقيقة التانية ومعرفتش تسير المباراة بحيث انك تخطف التالت نقاط في اول مباراة اللي كانت هتحطك بسهولة اوي في الدور التاني وتبتدي بقى تلعب على المركز بقى لما تيجي تلعب غانا او الراس الاخضر غالبا اللي كان بيكسب اول مباراة هو صعد يعني انت معك تابت نقاط هتحصل على الاقل احسن توالد فانت كنت خلاص دخلت المباراتين التانية بقى مرتاح بتدور زي ما انت الحلاج وخاصة انت بتدت بالاسهل بالزبط كده يعني انت بتدت بموزنبيق فكان متوقع صح وكمان البداية انت جبت جون في اول ديتين صح هل الموضوع ده خدر اللعبة ماشي طب خدر الجهاز الفني انك انت جبت جون في اول ديتين واضع فرقة في المجموعة فخلاص احنا هنكسب في اي وقت طيب نيجي بقى للاداء والتشكيل بصراحة يعني علامات استفهام كانت من البداية في شكل الفرقة اللي الراجل لعب بيها رغم ان الفرقة اللي لعب بيها لو لعبت موزنبيق كذا مرة هتكسبها برضو ولكن نيجي من الخط الدار والعب هاني عجازي عبد منعم حمدي ورش ناوي نص الملعب عليها علامة استفهام كبيرة قوي بداية نني في مركز ستة مع احترام الكامل لنني ولكن الرتم الاداء اللي بيقدي به في الفترة خاصة ان هو الراجع من فترة طويلة ما بلعبش رتم قليل مش رتم شراسة الراجل اللي بيلعف رقم ستة فدي نقطة النقطة التانية زيزو كان يمينه وحمدي فتح شماله زيزو بأسلوب لعبه كان بياخد من الهاف الشمال الهاف اليمين بياخد مركز الجناح مركز الجناح وصلاح بيخش الجوة تحت مصطفى محمد وترزيجي الناحية التانية المنطقة دي فاضية جد مساحة كبيرة قوي فرقة موزنبيق كانت بتتنقل الكرة بسهولة جدا هاني كان بيخترق بسهولة جدا الناحية التانية يا محمد حمدي كان بيخترق بسهولة جدا يوم انا بس الكلمة الاولى عن النيني وزيزو كمراكز ولكن يوم كان كل اللعيبة باستثناء مصطفى محمد خارج الفورمة ودي كانت غريبة ما بتحصلش كتير في الكرة ممكن يقع منك اتنين تلاتة بالكتير قوي مظبوط لكن مش كل الفرقة تقريبا يا معظم مصطفى مظبوط فاللي حصل انك انت يعني بيجينا ماتشاتكو اننا لعبناها سواء احنا في النادي في المنتخب اي حاجة اتنين تلاتة لعيبة واقعين فالتمانية بيشيلوه صح لكن لما يكون تمانية تسع برا الحالة صلاح بر حالته ترزيجيل ماتش الاولاني بر حالته النيني بر حالته زيزو بر حالته حمدي فتع بر حالته هاني بر حالته حمدي محمد حمدي يعني عبد المانا محجازي حتى شناوي يعني كم ممكن مش احسن احواله بس كله شائل فطبعا الحمد لله هما جابوا جنين وقدرت باسلوب لعب مش مفروض يبقى اسلوب لعب المنتخب المصر لعبت بهرجلة بقيت مستعجل قوي بعد الجنين بتعمل كور جوة 18 نزل عمر كمالنا حتيبين نزل مرموشنا حتيبين انت كل همك كنت تحط كورة جوة 18 يعني انت مكوم ناس جوة 18 واحد تعمل كورة عالية وخلاص حضرتك لمست اهم نقطك عاملة مشكلة على فكرة حتى في الجزء لما هتيجي انت يعني انه فكرة انه في مجموعة بتتحط قدام عن دوانطيات الجزاء ما فيش حد بيبني من تحت فيش هجمة حاجمة قرمي بقى اليوم وهو هي ونصبها مظبوط ده مش مفروض اسلوب لعب منتخب كبير يعني مفروض انت منتخب كبير لاخر لحظة بتلعب لعب لعب اجناب عشان تطلع بمجموعات اجناب بتلعب من العمق بتعمل تمرينات بينها في العمق بتوسع الملعب لكن هو كان كل همنا ان تحط الكرة جوة 18 صحيح ربنا وفقنا في كرة مصطفى محمد وتعدلنا بيها اللي هي البنالتي ثم صلاح البنالتي بكرة كده رجل خبط مصطفى محمد ودرب الجزاء سليمة يعني وتعدلت وخلاص بكرة محمد ودرب الجزاء سليمة